وهنا غدي نصوب معكم الفريط اللي كجي غزالة وبنينة وروعة وبحال دي المحلات صدقوني كجي وعرة المهم هنا يا غدي ناخد البتاطا وغدي نقطعها على تشكل اللي كتشوفوا مارقيقة مغليظة وكنضيف لها الملح ديروا الملح مزيان ومن بعد دي انه ما كان عاوش ندير الملح من بعد وهنا البتاطا راه هذا 16 ديال دقايق الماء راه سخون هنا في شوية ديال الملحة نضفتها وخليسها تسلق صفي كان حطها كان نضيف عليها شوية ديال الماء باش كتحبس طيب وكنخليها تسقطر وكنمشي كان ندير الزيت تكون الزيت مزيان ونخليها حتى كتسخن مزيان وهذا كان بدأ وهنا سخنات الزيت غدي نبدأ نقلي ولاحظوا البتاطا كتبدا تتقلاك كتنفخ وكتجي مقرمشة وما كتهش الزيت وخات برد كتبقى مزيانة بحال ديال المحلات وليسناك وارا وارا